موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز الرابع من قناة المرابطون أهلا بكم نظم العشرات من أنصار حركة كوتل ومبادرة بعاذ الحركة للعتاقية إيرا وأقفة أمام وزارة العدل بن وكشوت مطالبين بإطلاق سراح معتقل المنظمتين وندد المحتجون باستمرار اعتقال زملائهم دعين السلطات الموريتانية إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري نظم بالعاصمة وكشوت ملتقا تشاوري حول واقع الشباب والرياضة في موريتانيا وسبول النهوض بهما وقال الوزير الأول الموريتاني مولايو المحمد الأغرف في كلمة ألقاها لدى إشرافه على انطلاق هذه المشاورات قال إن الشباب يحظى باهتمام كبير في سياسة العامة للحكومة وإن المشاورات الوطنية تترجم مستوى هذا الاهتمام خلدت الجمعية الموريتانية للمصابين بالهيموفيليا ذكر اليوم العالمي للهيموفيليا الذي يصادف السابع عشر فبراير من كل سنة وقال الأمين العام للجمعية إن المصابين بهذا المرض الوراثي في موريتانيا والذي تنتشر غالبا والذي ينتشر عفوا غالبا في صفوف الرجال قال إنهم يعانون من التكاليف الباهظة للعلاج وعدم تعاطي السلطات والمجتمع معهم قرر مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مجلس عالى للشباب ويحدد قواعد تنظيمه وسير عمله وقال وزير التجهيز والنقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وكالة نيسل كول أحمد زيدبيه خلال مؤتمر صحفي عقد للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء قال إن مشروع المرسوم سيتم تعميق النقاش بخصوصه في وقت لاحق دون أن يعلن موعدا محددا لذلك قالت مصادر من داخل المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة إن المنتدى سيسلم لمن العمل الرئاسة الموريتانية مولايو المحمد الغلف وثيقته بخصوص مماهداته لدخول الحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام وحسب ذات المصادر فإن لقاء تسليم الممهدات ونقاشها سيجري يوم غدين السبت بقصر المؤتمرات في نواكشوت فيما أكدت مصادر أخرى أن أحزاب كتلة المعاهدة لم تتلقى بعد أي اتصال بشأن الحوار المرتقب أخيرا في هذا الموجهز اختتم اتحاد إعلاميات موريتانيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ملتقا تكوينيا حول رؤية الإعلام الاستشرافية لمشاركة المرات في التنمية الملتقى استمر يومين وشارك فيه ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والنقابات الصحفية في البلد إلى جانب العشرات من منتسبات اتحاد إعلاميات موريتانيا يمكنكم مشاهدنا الكلام تابعة هذا الموجهز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة السادسة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله أهدمتم في أمان الله اشتركوا في القناة